الحقيقة أجمل ما في موسم رمضان السنة دي إحنا كمشاهدين شفنا مجموعة من الطاقات الشبابية والوجوه الحلوة والمواهب اللي بتقدر تبدأ خطواتها الحقيقة في التمثيل وأمتعونها وكمان بتخلي الدراما وقعية أكتر يعني الدراما عادة بتتقدم لكل أفراد الأسرة فبالتالي لما بتشوف أنت كل فئات الأسرة موجودة بقى في الدراما بالذات الشباب والأطفال موجودين والحقيقة كلهم موهبة ولطف وعمل وأجواء لطيفة خلوا رمضان كده اللي هو رمضان الحلو العيلة اللي بتبقى موجودة في البيت بقت موجودة على الشاشة معايف تساعد الوتي بطلة موهوبة وقدرت الحقيقة في مسلسل كامل العدد أن هي تقدم شخصية البنت بقى اللذيذة اللي هي أنا عايزة عايزة يبقى عندي عربية أنا عايزة سوق أنا عايزة أعمل وتسأل باباها ستمائة ألف سؤال وهو يتنرفز عليها أنا عايزة كلبة أنا عايزة كذا وده بيحصل في كل البيوت أنا عندي بنت وده بيحصل في كل البيوت الفنانة لينا صوفية لينا أساسا يعني أنا هتعرف عليها وهي تقول على طول هتعمل إيه خصوصا كمان حتى قصة الحب عشيتها في المسلسل وهي فريدة في كامل العدد مساء الخير يا فريدة أعزوني الناس هتقولك فريدة أكتر مش كل ناس تعرف اسمك الحقيقي صح؟ فأنت حبة دلوقتي الناس بتقولك يا فريدة أكتر في المدرسة الناس تستندين تقولي يا فريدة وفي جزء ثالث كده يعني أيها وفي جزء ثالث يا فريدة بجد معرفش تتمني يكون في جزء ثالث؟ أكيد آه بس حسن كلنا كمماثلين بذات إحنا كالجيل الجديد ده لازم الناس تشوفنا في حاجات مختلفة طبعا بس لو في جزء ثالث أنا أول واحدة هكون موجودة طبعا بس فريدة أنت عملت حاجات كتير غير كامل العدد يعني بس يمكن كنت أصغر يعني عملت أفلام وعملت مسلسلات كلميني كده إمتى بدأت تمثلي؟ أنا بدأت أمثل من 11 سنة بالزبط كان عندي 4 سنين فأنا مش فاكرة أصلا وقت ما كنتش بمثل فيه حاجات يعني المشهورة اللي أنا عملتها أنت دلوقتي 16 سنة ٧٧ هتميه ١٦ إن شاء الله بعد بكرة بعد بكرة؟ أدعيت ملادك يعني مع نجاح المسلسل يعني فبس فأنا عملت هبتا كنت معملي دور مرواه في هبتا على الأفيش وزعى أول هكاية حب وعملت هذا المساء وعملت مسلسل هذا المساء ومسلسل بالحجم العائلي وأعملت المساء كنت بنت أروى جودة آه بالزبط، وعملت مسرحية شريهان، وعملت حاجة يعني بره فيلم فرنسيوي مغربي اسمه ستوري